السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم زيكم وحسون عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة والتربية الحمام كل عاموا انتم بخير بمناسبة ايد الارحة المبارك غبت عليكم في الفيديوهات لكن رجعنا لكم من الحمد لله بعد اجازة موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن معلومات عن الحمام اللحم وهنجاوب علي اسئلة كتير من اللي الناس بتسألها سواء الناس سألتنا او ما سألتناش فيها لكن هي اسئلة كل الناس بتسأل فيها يعني الناس اللي هي مربتش الحمام اللحم اول حاجة لازم تعرف ان الحمام اللحم حمام زي ايه يا حمام لو انت بتعرف تربي حمام تفرخ فانت هتعرف تربي الحمام اللحم بكل سهولة جدا لان هو كل حمام كل حمام بيأكل كل حمام محتاج رعاية زي بعضه ممكن الحمام اللحم بيحتاج شوية حاجات زيادة شوية يعني ايه هقولك عليها دلوقتي قبل من نبدأ الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو مكنش مشترك وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا اه في ناس كتير كانت سألتني بتسألني على الحمام اللحم في ناس حاجزين او ناس مكلميني انا ما بحجس حمام يعني او ما باخدش فلوس من حد الا اذا ما يكون الحمام جاهز ان شاء الله اه هندخل على طول على موضوع الفيديو اه اللي بيسأل مثلا نقولك ايه العين المناسبة اه لتربية الحمام اللحم مقاس كم في كم اقل مقاس يا جماعة هتربي فيه حمام لحم في سلكات اه طبعا ستين في ستين ارتفاع اربعين دقاءة اقل لشيء كل ما المقاس يكون اكبر يكون افضل كمان في سلكة برف زي دي اه بتكون اه ممتازة جدا للحمام اللحم ليه بقى اه عشان لو الحمام اه لحم بض على الزغليل ما يبضش في نفس الدور الزغليل تمشي يعني مثلا لو دي الحمام ده مع الزغليل اه لو هو بض دلوقتي هيبض هنا في الطريق التاني ده طيب لايه فايدت بقى الرف الداخلي بدم ممكن كده الفايدة الرف الداخلي لو هو الزغيل تحت كده نحط الطاجن الثاني فوق كده عشان ذا زغيل دي لما تكبر ما تروحش على البيت تبوز البيت دي فايدة في الرف الداخلي لو مش عايز الرف الداخلي مافيش مشكلة طب هو السؤال بقى الثاني لازم ان حط الطاجن الثاني لو ما عنديش سلكة غير سلكة اه دور واحد لأ مش شرط يا غال ان انت تحط طاجن تاني لا ممكن تشتغل بطاجن واحد إذن الحمام لو الزغيل كبرت ممكن ينزل الزغيل كده على الأرض طبعا لو هي كبيرة لكن لو هي صغيرة ممكن يبضع لها عادي لكن طبعا الأفضل أنك تحط الطاجن لو مش هيخسرك حاجة لو بإمكانك تحط الطاجن ده تاني حط الطاجن سؤال كمان اللي بيسأل بيقول إيه وزن الزغيل للحمام اللحم من 900 جرام لـ 1200 جرام ده الطبيعي أو اللي هو متوسط الحجم فيه أقل وفيه أكتر فمش دايما ممكن يطلع زغيل ضعيفة كل ده هنشوفه هنرجع له دلوقتي برضو هنقولك حسب الاهتمام والحاجات اللي أنت بتعمل إيه اللي أنت ممكن ما تعملوش وإيه اللي ممكن يخلي الزغيلة تطلع أقل من كده أو إنتاج الحمام ما يكونش زي ما أنت متخيل يعني عندك أو أن الحمام أن أنت تقول الراجل ده غشني وداني حمام مش كويس لو أنت جبت حمام من حد مضمون طبعا السؤال ده بيجيني كتير يقولك أنا جبت حمام من حد مشهور والحمام ما بيلحمش العش في العش الحمام زغاليل وضعيفة طبعا هتلاقي ناس كتير تقولك الراجل ده غشك والحمام ده مش بيور وحاجات زي كده لا هتشوفه في الوقتي الإجابات دي كلها طيب هل ممكن يطلع ريشة ملونة في الحمام اللحم البيور أيوة ممكن يطلع ريشة في الحمام ملونة ريشة بني أو ريشة سودة لكن هوريلك شكل الريشة بيكون عامل إزاي عشان ما تقولش اللي قولك غير كده اللي قولك غير كده بيدحك عليك حمام اللاحن أصلا حمامة مهجنة الشركة الفرنسية مهجنها فبيرجع للأصول الحمامة عندنا شغالة بقالها أكتر من عشرين سنة فطبعا بترجع للجدود بيبان مواصفات ممكن يكون فيه لون تاني يظهر لك وممكن يظهر زفارة في الرجلين في الريش هوريلك برضو إزاي لكن بحدود معينة مش ريش كامل هوريلك دلوقتي إزاي زي ما حضرتك شايف دكر الحمام ده شايف الهابو ده هي بتظهر بالشكل ده ممكن تبقى بني ممكن تبقى سود ده زهرت بني حجمه بسم الله ما شاء الله تبارك الله مفيش أحسن من كده بيور البيور يا جماعة لكن زهر فيه الحاجة دي ده بيرجع من إيه ده بيكون من جواز القريب سواء كده أو الزفارة في الريش لكن طبعا اللي زي ده مش بنبيعه لأن طبعا هنا في مصر الناس أخد فكرة أن ده يعني ايه بيقول لك ده مش لحم بيور لا يا جماعة هو لحم بيور وممكن يظهر في رجلي زفارة بس مش ريش زفارة اللي هو ريش خفيف جدا وهوريلك برضو بتبقى عاملة ازاي تمام شايفت حضرتك بينا نهاية يعني ممكن تشوفها أو ممكن ما تلاحظها الهابو دية اللي انت شايفها دي ممكن تشوفها أو لا ودي الزفارة اللي ممكن تظهر في الريش اللي انت تقول عليها الرجل غشني بالزبط بالشكل البسيط ده أو ممكن أكتر من كده شوية ده بيكون نتيجة من جواز القريب اللي عايز تحلها ان انت هتجي تشتري من حد تاني غير المصدر اللي انت شاري منه بالأول يعني تبعد بين الدم يعني لما تكونش الجواز ايه قريب من بعضه فهتحل المشكلة لما انت تجيب ذكر مثلا من مكان تاني على انتايا من الحمام اللي عندك هتتحل المشكلة ومش هيطلع في الانتاج الزفارة ديك ولا موضوع الريش اللي هو ريش الملون يعني طبعا موضوع زفارة الريش أو موضوع الريش الملون ده بيسموه طبعا الغواء اللي عارفين في الحمام اللهم يسميه حرق دم اللي هو حرق دم اللي هو من تزوج القريب يعني لما بتخلف الحمام بتجيب من مصدر تاني الموضوع ده بيختفي يعني وبعدين يغالي موضوع زفارة الريش أو اللون المختلف ده عادي يا جماعة ده حمام الدبيح ما تنساش في النهاية ان هي حمام الدبيح مش حمام تزينة كل اللي يهمك فيها ان هي يعني تكون انتاجها سريع ويكون حجمها كويس الناس كلها مشغولة بالسؤال ده اللي يقولك الحمام اللاحن بيلحم على كم يوم طيب انا هقولك الحكاة دي اختلفوا فيها كتير واللي يقولك انا راجل غشيني اللي بقى جايب من فلان مشهور وغشيني لا يا جماعة ممكن يكون انت السبب يعني ما يجيش حد يقولك الحمام بيتأخر ما بيبطش عندي غير لما بيفطم الزغليل وانت تقوله الراجل غشك ممكن يكون هو العيب من نفس المربي ازاي بقى يكون عيون الحمام اللي هو مربي فيها عيون دايقة اقل من سبتين في سبتين ده هيأثر طبعا على انتاج الحمام ومش هيلحمي العيش في العيش وممكن ما يبطش كمان كلفة بتاعة الحمام اللي هو مش بيهتم بالكلفة عمده شوية دورة في الارض دورة سفرة او دورة بيضة اللي هي الدورة الفلاحي بتاعتنا اللي بناكلها ونشويها ديت كون هو بيأكل منها بس او بيأكل غلة بس او بيأكل غلة وعيش فمش بيكلف الحمام حاجة مش بيعطي الفيتامينات المطلوبة والاملاح المعدنية والاحماض الامنية مش بيهتم بانه يعطي راسول كله ومنشط كبدي ومضبس موم الحاجات دي طبعا لازم تصرف على الحمام عشان يعطيك انتاج لكن مش هتصرف على الحمام ما تستناش منه انتاج الكلام ده عموما سواء للحمام اللحم او غير الحمام اللحم كل الحمام ممكن يلحم معاك لو انت اهتميت بالحاجات اللي بنقول عليها دي حاجة تانية كمان ممكن تخلي الحمام ما يبيطش عندك او ما يلحمش العيش في العيش او انت اشتريت حمام من حد وتأخر عندك في البيض ممكن تقول الراجل ده غشيني ازاي بقى انت اشتريت جزين من واحد مشهور وراجل ثقة زي ما حضرتك بتقول والناس كلها بتشكر فيه جيت انت حضرتك حطيت القصين اه في سلاكة زي كده حطيتهم اسبوع وبعد اسبوع اه جالك مزاجك تقول ايه طيب اما ربهم عتسايب روح تمنزلهم عالارض كده حطيتهم اسبوع لا كده الحمام مش هيبيط لو ان الحمام ما استمرش في مكان واحد يتعود على المكان اهم شيء تسيب الحمام في مكان واحد يتعود على المكان يبيط فيه يفرق فيه يتعود على المكان ما تستعجلش عليه ممكن يقعد ايش يتأخر اول ما يجيلك اسبوعين شهر الحمام بياخد على المكان الاول الحمام اللاحم بعد كده يبيط بعد كده يفتح معك ان شاء الله ربنا يكرمك منه طيب ممكن تكون حضرتك شاري الحمام في فصل السيف وتقول الحمام اتأخر الحمام في فصل السيف عموما فيه ناس بتفصله وبتهزله عن بعضه ما تستناش منه انتاج كويس في فصل السيف ممكن اصلا يبيدوا يطلع عندك زغليل ويجي لها جدري وزغليل ضعيفة ومشاكل الصيف كتير في الفرق ففيه ناس بتازل فعلا الحمام اتذكر عن النتي في الصيف وما يشغلهوش غير في فصل الشيتاء وده افضل وقت لانتاج الحمام اللي هو فصل الشيتاء ان شاء الله او يكون مكان عندك مكيف زي ما شوفنا اخواننا في الكويت عمركبين تكييف للحمام فهو الموضوع هنا حسب الجو عندك وحسب بلدك انت شوف انت بلدك ايه لكن في الحر مش هتاخد انتاج كويس من الحمام طيب ايه مكونات الكلفة الاساسية طيب ايه مكونات الكلفة الاساسية اللي هي دور الحمام اللي هو دور العواجة فول بسلة دورة سفراء امح الخمس حاجات دول هم مكونات الاساسية في كلفة الحمام عايز بقى تحط اورتم عايز تحط بزور الحاجات دي زيادة منك انت تكلفة منك زيادة انت عايز تدلع حمامك ربنا يجازيك خير ويكون افضل كمان لكن احنا قلنا لك المكونات الاساسية عايز تحط عيش ما تكترش عيش كده ده رأيه في ناس بتحط اكتر في ناس يعني اقل اه كل واحد له ايه اللي هو ماشي عليها طيب الفيتامينات ايه اللي لازم تعتهي الحمام يعني انت اه ماشي الحمام كده بتأكل وتشرب وخلاص لا مش كفايا جماعة لازم بتعطي فيتامينات ثلاثة ايام وتعطي احمد امينية ثلاثة ايام واملاح معدنية يومين اه مضاد سموم وتعطي اه مضاد سموم وغسول كلاوي ورافع منعة الحاجات دي ان ما كنتش انت بتعتهب انت مكسر في الحمام انت منتظر من الحمام ينتج ازاي دوية الددان اللي انا بقول ان انا بعطيها كل ثلاثة شهور في حد قال ان هي محطوطة في جدوى الوقائي كل شهر لا انا بستخدمها كل ثلاثة شهور يا جماعة وبتتقرر بعد 14 يوم يومين نستخدام وبعد 14 يوم بكررها مرة تانية يبقى انت لازم تكلف الحمام اذا وفرت في التكلفة ما تنتظرش ما تنتظرش من الحمام ان هو ينتج معك هيكون زي الحمام اللاحم زي اي حمام لو انت وفرت وحبيت ان انت توفر ما تنتظرش ان الحمام يلحم معك العيش في العيش ولا تنتظر حتى ان هو يطلع زغاليل حجمها كويس ممكن ساعتها يطلع لك زغاليل حجمها ضعيف كمان ولو انت موفر ما تعيبش في حمام حد ممكن يكون العيب فيك انت وانت منتش عارف دور عن السبب بعد كده تسأل عن الحمام شوف ايه السبب اللي نخلي الحمام عندك مش كويس وبعد كده تسأل ان تجايب الحمام من ايه سؤال تاني بيقولي الحمام اللاحم ريح حمام اللاحم ممكن يريح زي وزي اي حمام وزي ما قلتلك قبل كده مرات كتير الحمام كله وكل انواع الحمام فيه ناس بتعزل الدكورة عن النتي في فصل الصيف عشان مشاكل الانتك بيريح دماغه يرجع الحمام تاني بيعزل يعني مثلا السلكات كده يفضي الدكورة انا طبعا لسه ما عملتش كده لكن انا بفكر فعلا ان انا عامل كده بينزل الدكورة من السلكات ويسيب النتي في مدة شهرين ممكن تلاتة اربعة لحد ما يخلص موسم الحر عنده يرجع تاني يرجع الدكر للنتيجة يكونوا مشتقين اكتر يبدأهم يشتغلهم بكل كفائتهم بيعوضهم الفترة اللي هما ارتاحوا فيها بيكونوا مرتاحين وعندهم اشتياء لبعض واشتياء للفرخ فبيكون طبعا هتاخد منهم نتيجة احسن سؤال تاني كمان بيقول اه الافضل نشتري شغال ولا نشتري شباب ولا نشتري زغليل طبعا لو انت اشتريه شغال بيكون السعر عالي فانت طبعا بتفكر في الزغليل او بتفكر في الحمام الشباب ممكن تخاف تشتري حمام كبير يطلع حمام عجوز عند صاحبه هقول لك على حاجات كل حاجة وليها ميزة وليها عبها لو انت هتشتري حمام شغال من حد مضمون يكون اول شغلي وبس هو جربه فانت هنا معك ضمان ان انت اشتري منه حمام شغال فالمفروض انت شارع حمام شغال يبقى حمام شغال لو الحمام جهة عندك ما اشتغلش هتقول للرجل الحمام ده ما اشتغلش اتدكر بيضه فارغ النتاية ما بتبتش او النتاية بتبيض بيضة واحدة فهو ده الميزة ان انت اشتريت حمام شغال لكن لو انت اشتريت حمام شباب حمام اشتغل عندك طلع بيض بيضة واحدة طلع بيض بيض فارغ ده مش ضمان ما فيش ضمان على انتاجه لان انت شاري شباب هو ما جربوش ما يعرفش حاجة ما يعرفش حاجة عن انتاجه تمام دي حاجة او ممكن كمان الشباب يطلعوا دكورة او دكورة اكتر من النيتي فان لو انت شاري جوزين طلع فيهم ثلاث دكورة وانت ما ينفعش ترجع له تاني تقول له الحكاية دي لانت شاري شباب ما انت شاريهم شغال الا اذا كان قالك وهو متأكد ان دول مثلا عليهم ريشة جوزين كاملين دكورين وانتايتين اذا كان هو متأكد فارجع له تاني لو انت شاري زغاليل مثلا نقول خمس جواز زغاليل او زي ما بيقول انت زي ما يجي واحد يقول لي انا عايز يا عمق مصطفى عايز خمس عشوش زغاليل اخوات يعني عش جوز العش جوز يقول ليه اقول له ليه يعني انت عايزهم اخوات ليه يقول لي عشان يكون كل عش دكور وانتايا طبعا دي معلومة غلط مفيش حاجة اسمها عش الزغاليل دكر وانتايا عش الزغاليل ممكن يطلع دكرين ممكن يطلع نتايتين لكن هو خمسة وستين في المية من انتاج الزغاليل في الحمام اللحم من ستين لخمسة وستين في المية بيكونوا دكور الدكورة معروفة انها اكتر النت بتكون من 35% ل40% فما يفعش انت تيجي تقول لي ان بعد من حمام ما يكبر واشتغل عندك الزغاليل كبرت ووقت وصلت للانتاج تيجي تقول لي لقيا عم مصطفى انت عطتني دكورة اكتر من نت ده شيء معروف وموجود عايز ذكر وانتايا اشتري حمام شغال ما تشتريش غير كده لو انت عايزهم كل ذكر وانتايا لازم تتوقع ان هيطلع عندك دكورة اكتر من نت لو انت شاري شباب او لو انت شاري زغاليل بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما شاركتش واشترك الجرس علشان يقصرك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته